فيديو الليل سيكون عن الطحنية أو حلاوة طحنية أو طحانية زي ما انتم بتسموها طحنية نظيفة جدا في البيت دسمة وسهلة جدا في عملها بثلاثة مكونات متماسكة وبجد رهيبة لازم تجربوها كبة ونصف من السكر البدرة لازم يكون ناعم شديد وكبة ونصف من اللبن البدرة أو الحليب البدرة وكبة من الطحينة هذه طحينة جاهزة ولو ممكن نعمل طحينة في البيت سهلة جدا سمسم نحمزه في طوة لمدة دقيقتين يسخم معنا بعد ذلك نضيفه في سحانة نسحنه ونضيف له زيت لغاية ما يبقى معي سائل هذه الطحينة لو نعملها في البيت سنخلط المكونات الثلاثة مع بعض كويس جدا لغاية ما يتحصل على عجينة كده رملية زي الرملة بتحت البحر في نفس اللحظة زي ما هي رملية في نفس اللحظة لو ضغطناها كده بتتماسك تبقى معانا قطعة واحدة كده هي جاهزة معانا أي علبة عندنا في البيت نغلفها بفويل بلاستيك عشان تسهل بعدين معانا انها تطلع تسهل طلوع الطحنية هنزل الطحنية شوية شوية ونضغطها لازم مرحلة الضغطة لازم نضغطها ونكبسها كويس جدا عشان تطلع معانا قطعة واحدة هننزل الكمية بالتدريج لغاية ما ننزلها كاملة وبعد كده بأي كوباية عندنا نكبسها كويس جدا وكده هي جاهزة معانا شايفينها سهلة جدا في عملها ما بتاخد وقت هنكفلها كويس هنغطيها وندخل التلاجة ساعة ساعتين أو متى ما عايزين نطلع نطلع انا خليتها في التلاجة ساعة واحدة بس وطلعتها وقطعتها شايفين الجمال؟ سهلة جدا جربوها وأدعوا لي شكرا شكرا